خلال لقائه المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بوتروس بالفاتيكان ألقى البابا فرانسيس كلمة قال فيها يحدثنا الإنجيل عن يسوع أنه أوصى تلميذه ألا يأخذ للطريق شيئا سوى الضرور فقط ولكي نقوم بذلك علينا أن نعرف كيف نكون متزينين في استخدام الأشياء وتقاسم ما لدينا حتى يمكننا أن نمضي قدما وبوفاق وأوضح قداسته بأن العائلة أو الجماعة التي تعيش بهذه الطريقة تخلق حولها بيئة غنية بالحب ومنفتحة على الإيمان وحداثة الإنجيل وختم الأبو الأقدس كلمته بالقول لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون رسلا حقيقيين في الشركة والتزان الحياتي والوئام بيننا من جهة ثانية حث الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة الأطراف المعنية باصطراع الدائري في قطاع غزة على الاتزام في الحوار البناء بشأن يمقطرحات السلام مشددا على ضرورة أن يتم وقف إطلاق النار على جبهات القطال كافة وأن يفرج فورا عن جميع الرهائن والأسرة وأن يفصح المجال أمام إيصال المساعدات الأساسية إلى الشعب في القطاع واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف بدون أي استثناء كما دعا الكرسي الرسولي إلى إعادة فتح جميع المعابر مع غزة من أجل تسهيل وصول المعونات الإنسانية إلى الشعب المتألمي بما في ذلك المواد الغذائية والمياه والأدوية مشددا كذلك على أهمية تنظيم عملية توزيع الطعام والمستلزمات الأخرى على السكان المحتاجين مع إيلا اهتمام خاص بالأطفال والضعفة